شو 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 و ألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يغيبنا الكرام العم يزيد يرحب بكم و ألف تحية يغيبها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا و احنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم و ألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا و احنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم و ألف تحية يغيبها لكم ما أحلى رؤياكم منورتوا يا احبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم اشتركوا في القناة وشغال الحاجة الصعيبة تحبوها غير سهلة معلش نحن نحبوكم أحبائي نعطيكم سؤال سهل وبسيط السؤال السهل البارح يوم 21 ديسمبر وش بدأ وش هي الحاجة اللي بدأت سهلة معلش فيفي شوفي مع أصدقائنا شوفي مع الشطرة هذه تعالي بنتي أروحي بنتي وسمك بنتي بسمني شيراز شيراز وش هل في عمرك شيراز 8 سنين 8 سنين وش هل سنة تقرأي سنة رابعة سنة رابعة شجبتين معادل شيراز 8.50 واو 8.50 100 أولاد بوغاعة يقرأوا مليح الله يبارك الله يبارك رب يوفقكم إن شاء الله على بل بل شاطرين 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 وش هي الحاجة اللي بدأت يوم 21 ديسمبر الحاجة اللي بدأت في يوم 21 فصل الشتاء فصل الشتاء تعالي 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 بنتي برافو تسفيق عليها تسفيق عليها تسفيق عليها مدينة بوغاعة باردة بشتاء كل برد شوية شوفوا أنا عمري ما ضنيت في حياتي باللي ربي سبحانه رح يوفقنا اليوم يوم 22 ديسمبر في منطقة باردة كما مدينة بوغاعة شوفوا الشمس اللي راهي ودرجة الحرارة اللي راهي اليوم والله يا ربي سبحانه لما تكون البراءة وتكون نية الصفية دائما يوفق الناس لذا يا أحبائي الأطفال عمو يزيد دائما يقول لكم لازم تتطبروا لأنه ربي سبحانه ما يعونكش ما يسهلكش الطريق إذا كان انت ما عملتش العمل العبادة لازم انت لتعمل ومن بعد تطلب التوفيق مش لي تروح ترقد ما تدينش الواجبات ما تدعش الوالدين وكامل وتنتظر أنه ربي سبحانه حيوفقك هذا الشيء من المستحيل لازم تبدأ تخدم مرسى لكي بنتي تعالي 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 بينا شاطرة بينا شحال عندك خوطك عندي ثلاثة دراري ولا بنت واحدة طفلة زوج دراري أنتو ما زوج دراري زوج بنت الله يبارك الله يبارك شكولت حبيب الزاف ماما ولا بابا الزوج الزوج كي خايفة خفتي قولي ما تخافيش لزوج سور الله يبارك إذن أعطيه الهدية تعالي شيراز شيراز تفضلي بنتي شيراز إذن شبس مهبول راعي هذا الحفل وراعي برنامج مع مويا زيدي أعطيك هذه الهدية الجميلة تفضلي بها العفو العفو إذن أبقى معنا دلوا لها مكان جميل الشيراز السؤال أنا أقول صعيب ولكن ممكن عبركم أن أولدنا دائماً يفجأوني بالثقافة انتحم وبالعلم انتحم دائماً هذا السؤال يقول في هذه الأيام هذه كين يوم عالمي مهم جداً يوم عالمي سهل عليكم في هذه الأيام القلائلة بشي بعيد عنده ربع أيام يلا عنده ربع أيام مليفت ربع أيام اليوم العالمي لي اليوم العالمي لي شوفيه الشاطرة هذه تعالي بنتي تعالي بنتي واسمك بنتي ندى واسمك ندى ندى الله يبارك شحاجة بتين ما أعدل ندى ثمانية عربعة وستين واو ثمانية عربعة وستين أنا قلت لكم ولد مدينة مقع رح يفجأوني اليوم قاع ثمانية عربعة وستين شاطرين 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 ربي وفقكم ان شاء الله نشوفكم كامل 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 مهندسين طيارين إطارات يخي وهذا الشي ما يكون إلا بالمطابرة أحبائي. إذن بنتي. شحال في عمرك نادان. تمان و سنوات. تمان و سنوات. شحال عندك خوتك وخوتتك بنتي. زوج. زوج اه طفل و طفلة ولا. بنات. اه زوج انتو ما ثلاثة بنات. ما عندكمش خوكم. تهنو منو وقيرة. هيا خلاص. ان شاء الله بنتي كن عندكم اخوكم ان شاء الله. لأنه الاخ. الاخ عنده مكانتو في العائلة. و رح ندلكم اغنيا بعد. على العائلة هذي. باش تعرفوا اهمية العائلة. وش هو هذا اليوم العالمي اللي فات عنده اربع يام. ليس اطفال. لا 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 لا. اليوم العالمي للاطفال مش في ديسمبر. في ديسمبر كان مناسبة اخرى ولكن مش يوم عالمي. شو في الشاطرة هذي. واسمك بنتي. ريتاج. ريتاج. هل في عمرك ريتاج? تسع سنوات. الشاطرة في الدراسة. نعم. حجبتي معدل. زامنية فاصل اثنان واربعون. ثمانية فاصلتين واربعين. الله يبارك. خلاص انا اليوم راني متيقن ان ولاد وبنات مدينة بقاعة والمدقة هذي كامل يقرأ ومليح. وعلى بالي بالي من السنوات رح نشوفهم في مناصب عليا ان شاء الله بربيه وإطارات. وفي مناصب عليا ان شاء الله. وش هو اليوم العالمي? اليوم العالمي لحقوق الطفل. لا 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 لا. اليوم العالمي لحقوق الطفل يوم عشرين نوفمبر. احبائي. ولكن يلا في تمنتاش ديسمبر نسهل عليكم. يوم تمنتاش ديسمبر هو اليوم العالمي لي? شكل يعرف? وره. تعرفين? شوفوا الشاطرة هذي? واسمك بنتي? اماني. اماني. شحل في عمرك? عشر السنوات. عشر السنوات. شاطرة? شحلش بنتي معدل? سبعة فاسل اربعة وثلاثون. الله يبارك بنتي الله يبارك. شاطرة شاطرة شاطرة. اذا اليوم العالمي لي? لغة. لغة ماذا? لغة العربية. اليوم العالمي لي? لغة العربية. تعالي. تعالي. هو اليوم العالمي للغة العربية. انا ما دا بيها نزيد المط جائزة اخرى. واش صرا في هدك اليوم? باش سمبيناه اليوم العالمي للغة العربية. صرت حاجة في العالم. ما نزيد لكمش في اي سنة هديك انا نجاوبكم عليها. اذا. شكل يعرف? تعالي بنتي تعالي الشاطرة تعالي. ابقاي هنا حتى يجينا الشاطر الثاني من الجواب باش نعطيكم الهدايا مع بعض. فيفي شوفينا الشاطرة هدي. يلا. مسمك بنتي? ليلى. 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 عشان في عمرك ليلى? اه اثنى عشر سنة. اثنى عشر سنة. عشان بتي معدل? خمسة عشر فاسل خمسون. خمسة عشر فاسل خمسون. برافو. خلاص. الامر اكده. خلاص تأكدنا بلي ولاد مدينة بقاعي يقره مليح. الله يبارك بنتي الله يبارك. واش حصل في هادك اليوم باش ولدت اليوم العالمي للغة العربية. انتشار لغة العربية. لا لا لغة العربية كانت منتاشرة مقبل. لا لا. صرت حاجة في. احبائي. فهموا السؤال? فهموا السؤال? فهموا السؤال? نصف الجواب. احبائي. فهموا السؤال نصف الجواب. يوم تمنتاش ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية. ولكن لازم نتسألوا. واش حصل في هادك اليوم? باش هاد اللغة العربية صبحت عالمية. يوم عالمي. يعني كين مؤسسة كين حاجة كين حاجة سرط. لا اللي يكون هنا ولا هنا ما عندوش حق في الجواب. لازم يكون مليهي. لازم يكون. يعني لذلنا انا مفرات. معلش. احبائي. شوف جاوبتي لا لا. حولتي. حولتي. ما عرفتيش. معلش نعطوه لحد التفل الاخر. شوفوا شوفوا الشاطر هادا. مسمك? ياسر. ياسر الله يبايش. حل في عمرك ياسر? ثامنو سنوات. شعجبت معادل? تسعة فاصل خمسون. واو. تسعة فاصل خمسون. برافو. 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 جميل 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 جميل. واش حصل في هاداك اليوم? يوم البيعة. البيعة? لا لا. البيعة ما كانش في تساطاش. بيعة من? بيعة من بسة? مبيعة من? امير عبدالقادر? سبعة وشرين نوفمبر امير عبدالقادر. البيعة الثانية لالامير عبدالقادر كانت في سبعة وعشرين نوفمبر. يوم تمنتاش ديسمبر. اليوم العالمي لللغة العربية. يلا اخر جواب. شكون? ورا. هذا. يلا اخر محاولة. مالش يكون سؤال اخر. واسمك ولدي? امين. الله يبارك. شحل في عمرك امين? ثلاثة عشر. يوم? شهر? ثلاثة عشر مارس. لا 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 لا. ثلاثة عشر ماذا? سنة. سنة. الله يبارك. واش حصل في هاداك اليوم تاعة تمنتاش ديسمبر? في امم المتحدة باللغة العربية. يلا تعالى تعالى معلش. تعالى تعالى تعالى. والسؤال ما هوش الجواب ما هوش بعيد. ولكن خلاص خلاص هو الجواب معلش. تعالى تعالى. خلوه يجي. يا احبائي سنة الف وتسعمائة وتلاتة وسبعين. تمنتاش ديسمبر. في الامم المتحدة. مش يتم الاعتراف فقط باللغة العربية. اصبحت اللغة العربية سادس لغة رسمية. يعني ما معناه سادس لغة رسمية. يعني تقدر تدير بها الخطابات. يقدروا يديروا خطابات في الامم المتحدة باللغة العربية. المونسة لا تكون باللغة العربية. هذا الشيء حتى لسنة الف وتسعمائة وتلاتة وسبعين. ليس اعتراف. ولكن اصبحت اللغة العربية سادس لغة رسمية. في الامم المتحدة. يا اخي يا حبائي. تعالوا. اروحي منا. وانت اروح منا. اعطيه الهدايا تحهم. اعطيه الهدايا تحهم. اروحي منا. باش يشوفوا كامل. بالاشطرة. ماذا قال لك الجواب؟ اه. بيعوا مانيش. الراجل. الراجل تعرفوا؟ كيف يجيك؟ اه وره. 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 روحوا له بالكاميرا. في الميوه. في الميوه. في الميوه. عرفوا. تعرفوا الراجل هذاكم? بتعرفوش? تعرفوا. تعرفوا? عرفوه شوفوا hanno تعطلوا الجواب؟ جميل جميل جداً. عطوي الهدايا تحيوم؟ إذن. وليدي تفضل عطيلي. إذن ابنتي شركة شيمس مهبول. ووليدي شركة رامي تعطيك هذه الهدية أن شاء الله تستفاد بها. وأنت تعطيك هذه الهدية أن شاء الله تستفادي بها شركة شيمس مهبول؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. العفو العفو. يقدرو يبقو معنا إلى đãبوه؟ جميل. مقبلة كنا نهدر يا أحباء الأطفال ويا أحباء الأولياء كذلك كي نغني مهمة جدا عم يزيد متمسك جدا بالقيم تعبلدنا والقيم تعبلدنا تبنى في الأسرة درت أغنية جميلة يقول فيها أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي رعاه وإخواتي ما أحلاهم إذن أسرتي أي صفحة صفحة تسعة عشر تغنوا معي أسرتي لما نلتم أحبائي كل القيم وكل الأخلاق وكل الانذباطات وكم القيم الجميلة تعلموها في الأسرة إذن يجب أن الأسرة تسودها روح الإخاء روح تضامن والإحترام يجب إحترام بعدنا بعد أحبائي يلا تغنوا معي أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم يلا معي أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لقلبي ساكن روحي وعيني يا أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لقلبي ساكن روحي وعيني يا أسراتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلى هم أسرتي لما نلتم فيها فيها أملاق وهادي ربي العاش إخوتي ما أحلام بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها قسراتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وآبي ربي يرعى إخواتي ما أحلىهم قسراتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وآبي ربي يرعى إخواتي ما أحلىهم إخواتي يا هانايا معاهم أحلى لما لما يكونوا معايا متغي بالفرحة يوما إخواتي يا هدايا معاهم أحلى لما لما يكونوا معايا متغيب الفرحة يوما قسراتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعى إخواتي ما أحلى هم قسراتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعى إخواتي ما أحلى هم الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا برافو 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 أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخوتي ما أحلاهم يا أحبائي ما أجمل الأسرة وما أجمل العائلة وروح الاحترام سؤال آخر تحبوا الأسئلة؟ مدام أعطيتكم سؤال سهل وجهكم سعب سنعطيكم سؤال سعب بل كي يجيكم سهل سعيب ولا سهل سهل يلا سؤال عدد ولايات الجزائر كما قال الشاطرة مقبلة هو 48 قبل ما يولي 48 كان ماذا كانوا؟ ماذا كانوا؟ واحد واحد وثلاثون ماذا هذا هو السؤال؟ سؤال أصعب قولوا لي في أي سنة أصبح عدد ولايات الجزائر واحد وثلاثون واحد وثلاثون مشي ثمانية واربعين في أي سنة أصبح عدد ولايات الجزائر واحد وثلاثون ولاية وكم كان عدد الولايات قبل ما يصبحوا واحد وثلاثين سهل أعطيكم سؤال سعب يجيكم سهل على بالي لأنكم شاطرين شاطرين شوفوا الشاطرة هذه هيتبان شاطرة هذه شوفوا الشاطرة هذه عرفتوا الجواب أحبائي عطونا تحية الفوج الكشافة الإسلامية اللي رمعنا هنا عطونا تحية عطونا تحية لهم مرحبا بكم عم يزيد عم يزيد يعتز بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في تربية الأطفال برافو برافو واربي وفقكم إن شاء الله جميل 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 جدا جميل يلا إذن ما اسمك بنتي ما اسمك يا شاطرة اسمني دنيا وفي عمرك ناشتنا دنيا في عمرك ناشتنا الله يبارك بنتي ما عجبتني معادل حداش حداش ما عليش بنتي ما عليش جميل جميل المرة الجاية رايح كي نجي لهنا أخطرنا نحن نعود نرجع نعود نرجع إذن بنتي كان 31 وخمسة خمسة وشهو خمسة خمسة قارات هدو الولايات كي كانوا 31 وثلاثين بعد سبحو 48 يا خي نعم قبل ما يكونوا 31 شحال كانوا ستة لا 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 شوفوا شوفوا منها تعارفين تي يا شوف في الشاطرة هديك واسمك واسمك بنتي اسمك 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 شحال في عمرك اسمك ثمان سنوات ثمان سنوات شحال كانوا من ولاية قبل ما يصبحوا واحد وثلاثين الف وتسعمائة وواحد وثلاثون الف تسعمائة وثلاثين لا 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 شحال شحال ستاش ستة عشر لا لا تمنطاش لا 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 تمنطاش لا لا شوفوا شاطر هدا شحال واسمك انس انس شحال في عمرك ثمان سنوات ثمان سنوات شحال كان عدد الولاية قبل ما يكون واحد وثلاثين خمسة وعشروم لا 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 لا. عدد ولايات الجزائر قبل ما يصبحوا واحد. وتلاتون. ما عليش شوفوا. شكون. او عارف. اك عارف. شوفي الشاطر هادك. واسمك. عالي. عالي. شحل في عمرك عالي. حداش. حداش شن يوم. سنة. سنة الله يبالك. شاطر في دراسة. لا. ما هي المعادل. سبعة وخمسين. سبعة وفصر خمسين. الله يبالك. إذن شحل كان عدد الملايات. خمسة عاشر. برافو. وفي اي سنة. الف وتسعمل وثلاثة وسبعين. لا لا لا. ما ربع وسبعين. أي سنة. الف وتسعمل وثلاثة وثلاثة وسبعين. تعالى. تعالى. تعال 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 اذا احبائي عدد ولايات الجزائر قبل ميز سبح وثمانية واربعين كانوا واحد وثلاثين وقبل ميز سبح وثلاثين كان خمستاشن ولاية خمسة عشر ولاية كانوا خمستاشن ولاية حتى لسنة الف وتسعمية وربعة وسبعين سبحوا واحد وثلاثين وبعد عشر سنوات من بعد سنة الف وتسعمية وربعة وثمانين سبحوا تمانية وربعين ولاية يا اخي يا حبائي رح نشوفوا عليهم خلاص تعقلوا عليهم برافو اذا ذكرهم باسمك علي بن دعدوش علي عاشت لأسامي يا علي شاطر مليح انت في ديرات سولدي نعم الله يبارك عطي الهدية تعو علي رمي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية ان شاءنا تسفد بها نعم شكرا العافو العافو ابقى معنا ابقى معنا اذا احبائي جاري يا جاري مختار كيف غبت عن الانظار يا احبائي الجار مهم 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 جدا تغنوا كامل معايا جاري يا جاري مختار يلا جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجيوار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار جاري يا جاري مختار كيف غبت عن الأنظار حالك أحسن طميني قل لي قل لي ما الأخبار حالك أحسن طميني قل لي قل لي ما الأخبار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار جاري يا أحلى الجيران ربي أوصى ولا عدنان أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار قل لي يا جاري مختار قل لي كيف أهل الدار جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري ما حال الأولاد عيد أمتنا قد عاد جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار شكرا 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 واجب أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان يا أحبائي الجار ثم الجار لا زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يا أحبائي الجار ثم الجار إذن واش رأيكم دركا أنا مقبيلة سقسيت الشاطرة شكولي سقسيتها مقبيلة تعالي 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 أولي الزوجة في زوج ولينا واحد برك أولي الزوجة يلا بنتي تفضلي عمو يزيد لكم أغنية نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي أي صفحة 32 اللي عندهم الكتب نحبك يا أمي عمو يزيد يقول في الأغنية قل في الأغنية لا أقول لكم أف ولا أنهركما نعاملكم بلطف وانتيع عمركما نحبك يا أمي ونحبك يا أبي يلا معي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نورت لي دربي وكذا راحاتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي نحبك يا أمي ونحبك يا أباتي أنتوا مع حياتي وسروا سعادتي لا أقول لك ما أف ولا أنهركما لا أقول لك ما أف ولا أنهركما أنا عاملكم بلطف ونتي حبركما أنا عاملكم بلطف ونتي حبركما نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي نحبك مامتي نحبك أباتي أنتم حياتي وسروا سعادتي يا رب ارزقهما جنة من الجنات يا رب ارزقهما جنة من الجنات واغفر لهما الظنب يا رحمن واغفر لهما الظنب يا رحمن نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي نحبك مامتي نحبك أباتي انتم حياتي وسروا سعادتي شكرا شكرا طاعة الوالدين يا حبائي مهمة جدا 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 إذن عليكم بطاعة الوالدين أعطي لك كتب واش رأيكم أحبائي أنا كين أغنية تحبوا الألوان نغدو الألوان ولا المزرعة شكوري قل ألوان ألوان جميلة نغدو الألوان تحبوا الألوان يلا إذن ألواني سفحة 11 عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بيها رسوما باهية ورد البستان برهضوا عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألوان بيها رسوما باهية كورد البستان يلا تغلو كامل معي عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بيها رسوما باهية كورد البستان يلا معي عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بيها رسوما باهية كورد البستان ألون بالأصفر شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرخ ماء الخلجان ألون بالأصفر شمسا بالأخضر ورق الأغصان بالأحمر عنبا وتفاحا بالأزرخ ماء الخلجان عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بيها رسوما باهية كورد البستان عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بيها رسوما باهية كورد البستان بالأسود توتا وزيتونا والأبيض تلجل وديان أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان بالأسود توتا وزيتونا والأبيض تلجل وديان أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بيها رسوماً فهي كورد البستان عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بيها رسوماً فهي كورد البستان شكراً 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 عمو يزيد يعتز يعتز جدا جدا بحب هذه البراءة وهذه الأطفال ربي يوفقنا إن شاء الله باش نربي ولدنا بالطريقة السليمة وباش نخرجوهم لبر الأمان لأن الحياة صعبة والدنيا صعبة 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 ولدنا محتاجين الأولياء محتاجين المعلمين محتاجين المجتمع كيفاش نربي ولدنا نربيهم على القيم على القيم الجميلة واسمه واسمك عماد جواد ماش رك جواد لباس عمو يزيد يموت عليك جواد إذن باش نربي ولدنا نربيهم على القيم نربيهم على أجمل الأشياء بعيدا عن العنف بعيدا عن الشجار بعيدا عن العتاب مثلا الطفل لما يجيب نتائج نقصة شوية لازم نرجع نفسنا نحن قبل ما نعاتبو الطفل نحن نرجع نفسنا ياهل تارى ياهل تارى رقبنا الطفل إذا كان طفلك تخليه عام كامل وتولاتي كامل وما تلقبوش ياهل تارى ياهر آپ ديني الواجبات تصبح للناس على الأقل تشوف لأنك تقدر تدارك ولكن الأشياء لما تتراكم صعب أنك تداركها إذن بربي إن شاء الله ربي وفقنا كامل باش نوصل لدنا البر الأمان كين أغنية جميلة؟ هذه الأغنية تتغنى بالإحترام شيء مهم في المجتمع هذا حوار بين الطفل والوالد انتاعه يسقسيه يقولوا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الإحترام واش يقولوا الوالد انتاعه؟ يقولوا لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نام وصبي عجوز ناما عجوز نامت ناما ميليسا عجوز نامت وصبي وعجوز نامت وصبي ومن بعد يقولوا يا أبتاه قل لي معنى الإحترام يقولوا لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما برافو لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما بعد يقولوا يا أبتاه قل لي معنى الإحترام وش يقولوا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الإحترام صفحة تسعة تغنوا كامل معايا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الإحترام يلا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الإحترام يا أبتاه قل لي معنى الإحترام في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحيء فمريض يشكو ألماء وعجوز نامت وصابيء لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحيء فمريض يشكو ألماء وعجوز نامت وصابيء يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الإحترام يا أبني فامعنا في سنتنا والإسلام هيا وقبر هذا صغير فين وصى وسنى وتحلى بالإحترام رجلا يكبر كاسم هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يقبل كاسمنا يا أبتاه يا أبتاه ولي معنى الاحترام يا ابني فامانا في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلمة لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلمة يا أبتاه يا أبتاه ولي معنى الاحترام يا ابني فامانا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتاً لا تفتح باباً أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا لما تقصد بيتاً ما لا تفتح باباً أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا يا أبتاه شكراً شكراً أحبائي الاحترام في المجتمع مهم جداً لا تحزنوا حنال ودعي أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حنال ودعي أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا وانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا وانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين عمه يزين عمه يزين نشكره للحمل هذا نشكره عمه يزين بالزاف أغتك الجاو نتمنى ويزورنا مرة ثانية نشكر عمه يزين بالزاف على هذا الحفل الجميل اللي دارونا نتمنى أن يعود يجينا مرة أخرى أشكره عمه يزين وأتمنى له أن يعود مرة أخرى فرحتنا يا عمه يزين وان شاء الله زيد تعود تجي عمه يزين السلام عليكم عشبتني هذه الحفلة بزيف وشكرا عمه يزين